موسيقى موسيقى دعنا نرى اليوم ما حضرتنا الشف امتياز كيفك يا شف؟ انا الحمد لله كثير منيحة ومشتقيت لك ومشتقيت لهم ان شاء الله دائما تكوني منيحة بحماس وبكل طاقة تحضر لنا هايك اشياء ذاكة زي اليوم حبيبي دقلبي اليوم انا الحلقة كثير كثير متفائلة فيها يعني عامين اشياء بس بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وخصوصا يعني من كل شيء متوفر بالبيت فالبطاطا رح نعمل شفس البطاطا بالبيت ورح يطلع معانا بالضبط انا محضرة منه كمية كثير منيحة رح يطلع معانا بالضبط نفس الاشي رح نعمل شفس من المعكرونا بس هاي المرر رح يكون سريع يعني بربعة ساعة نسلقها ونطبخها ونقليها على طول ونعمل وصفة كثير حلوة ورح نعمل كمان شفس ديريتوس يعني كثير غالي واسمعي وكثير بيجي عليه بهارات احنا نعمل البيت بطريقة كثير سهلة وما رح تكلفنا ولا اشي واخر اشي رح نعمل شفس من الكوسة لا الناس اللي بتزيد عنده الكوسة مرحبين لطعمها كوسة حيالو يعني لازم تضلكم طابعين منه لنهاية حلقتنا لحتى تشوفوا هالشبسات هدول كيف رح تحضر لنا ياهم الشف امتياز احنا هلا اصرنا معاكم لايب عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشل اذا عندكم اي اسئلة اي استفسارات احنا جاهزين لحتى انجاوبكم عليها ابعتوا لنا اذا عندكم اي استفسارات لحتى انجاوب عليها خلال حلقتنا احنا رح نضلنا معاكم هلا ساعة على الهواء مباشرة فيعني خليكم تابعيننا معانا خطوة بخطوة لحتى تشوفوا كيف رح يطلع معانا هذا الشبس بالاخر شو يا شف صعب ولا سهل؟ نشوف كيف مقرمى شيء معقول تطلع معانا واحدة واحدة بلاش بلياتهم بس واحدة عشان نورجيهم رح يطلع معانا نفس هذا عفكر انا حضرته رح نحضر هلا مثله شوفوا قدي الموضوع سهل هذا بالبيت محضر احنا عاركين شو عاملين ما فيه اي مواط حافظة ما فيه اي مواط حافظة ما فيه اي اشي انا الان انا اكل منه والحلو فيه بيضبط بالالاية الهوائية بالأيري فريير لان الناس عندها ايري فريير بطلع ممتاز بس بالفرن انا ما جربت ممكن بيضبط بس انا لسه ما جربت بس من دقين خلينا اخد اول اشي نعمل شفس البطاطا بالبيت ونعمل جنبو اللي هو صوص الجبنة عشان ناكل هيك مع صوص الجبنة بطلع كثير طيب يعني لشفس البطاطا رح نحتاج لكيلو بطاطا مقطعة شرائح لتلج مي باردة ملح من الكسيح معلقة بهارات بطاطا من الطحون الزرقى معلقة كبيرة بابريكا او بهارات زبدة او بهارات جبنة لكل الاشخاص اللي هلا انضمونا بدي ارجع اذكركم انه اليوم حلقتنا كلياتها اسرار بتخص الشفس رح نعمله بطريقة يعني سهلة سريعة وصحية لكل الامهات اللي اطفالهم بحبوا الشفسات فاليوم احنا رح نعطيكم اسرار الشفس عشان انتو تحضروهم بالبيت بطريقة صحية وبدون اي اضافات شو يا شيف؟ اول اشي نبلش بالبطاطا الآن البطاطا رخيصة من كيلو بطاطا رح نعمل كمية كتير منيحة من الشفس الآن كتير يعني مهم ان اقطع البطاطا كتير صغيرة كتير رقيقة كتير رقيقة زي ما انا قطعتها هون ساندي اقولكم كيف الطريقة السهلة انكم شوفو شفافة قد ما هي رقيقة عشان يزبط معي شفسو ااخد نتيجة ممتازة انا كيف عملتوا هيك جبت المبشرة شايفين هاي سر انا ما كنت اقول لي ايش بيستخدموها هاي تاخدوا البطاطا بتأشروها بس تمشي عليها بس بكم ديروا بالكم على ايدكم من الموضوع اه لانه ممكن غير شرق انا لسه لما قلت كتير رقيقة ابدأ قلت لك هذا بالسكينة هلأ اذا هون رايقين بقدر يعملوا بالسكينة بس سيعة شوفوا ما اسرع الموضوع شايفين هاي هي عشان اول شي يزبط معي الشبس سيعة شايفين قدي رقيقة وبتجنة حلو كتير شوفوا الموضوع قدي بسيط عندي كمية منيحة من المي الباردة ومحة كمية منيحة من الثلج بس هاي هي كل رسل شفس البطاطا ليش طيب المي الباردة هلا بقولهم هلا ارجع عدلكم عندي كيلو من البطاطا اخدت المبشرة اشرت البطاطا حطيت على المبشرة وقطعتها رقيقة كتير اعتقدنا كل اياتنا عنا بالبيت مبشرة فكل اياتنا منقدر نعمل نعملها كتير هل قدي رفيعة هلا في ناس بقولهم تبدي اياتنا اصابع بزبط اه طبعا بزبط شو ما بتقوم تقطعوها ولكن ضروري جدا تكون رفيعة كتير اقدر اشوف هيك حالي فيها اوكي شوف مجي او اشي تاني من ورا فيها تمام بعدين اخدت كمية وفيرة كتير من المي باردة باردة بدي المي باردة وبيدي التلج بارد ليش هلا هيك انا بضمن انه ما رح يشرب زيت وبيضمن انه يتكرمش معي اه اوكي تمام فمي باردة وثلج ادي بدي اخليها بالمي باردة وثلج نص ساعة ما في داعي اكتر انا انا مبارح كنت بحكي مع احد اصحاب بيقول لي انه منتركها طول الليل بالمي وابسر شو ما منحتاج نص ساعة بمي باردة وثلج انا حطيت تقريبا هنا كبتين كبار من الثلج وحطيت لتر من المي الباردة تركتهم نص ساعة حلو بعد نص ساعة بدي اخذ البطاطا احطها على ورقة مطبخ على فاين مطبخ على منشفة على اي اشي ولكن لازم انا اشوفها كتير 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 منيح من المي تمام انا هي حطيت صينية وعندي هي فوتت مطبخ اخدتها ونشفتها كتير منيح عشان المي اذا بردت لي الزيت ما ايش ما رح يزبط ما رح ارمش احنا منياها تطلع بطاطا بارمشة ارمشة اعدي لهم على السرعة شو عملنا الموضوع كتير بسيط كتير سهل الموضوع كتير سهل كتير بسيط زي ما حكيت لكم الشاف يعني اليوم عم نعمل اول اشي الشيبس بالبطاطا اول اشي جبنا الاشارة وبرشنا عليها البطاطا لحتى تطلع معنا كتير شرحات رفيعة واذا ما عنا الاشارة ممكن نعملها بالسكينة بعدين حطناهم بلتر مي مع الثلج رح نتركهم نصف ساعة ومن بعدها رح نفردهم وانا الشيفهم لحتى تعطينا القرش اللي احنا بدنا اياها ويطلع زي الشيبس اللي احنا بنشتريه جاهز شو كيف؟ برافو 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 طيب انا عملت البطاطا زي ما عنات لكم بالضبط دانا بعدين نقعناها بالمي لمدة نصف ساعة مع الثلج بعدين اخدتها على فوتة مطبخ خليتها تتنشف كتير منيحة انا شفتها منيحة انا الخسرانة رح اقلي بطاطا عادية رح تقصي الانمش اللي بدي اياها شوفوا لي هلأ شوفي كيف صار قوامها عادي انا بدي اياهم هيك فوق بعض عشان يطلعوا شوي مجعلكين وشوي زي نفس الشكل الشتي من برا بدي اخد اجرب الزيت انا اليوم رح استخدم هدول بس لانه اسرع الموضوع الزيت لازم يكون غزير ودرجة الحرارة بالبداية عالية وخلوها وسط يعني لما يصير هيك اموري منيحة بدي اياها تكون وسط بس بدي استنى دائما بجرب اول واحدة طيب هلا في عنا سؤال من منال عم بتقولك ممكن بالبطاطا المقلية نعمل نفس الطريقة نحطها بالثلج لحتى تعطينا الارشة البطاطا البطاطا العادية البطاطا المقلية اه 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 طبعا طبعا ممكن انو يحطوها بالثلج عشان تعطيهم الارشة اكيد ممكن طبعا كل اشي بتكم اياه يطلع فرش واخضر والمسام تبعته تسكر فتاخده نتيجة ممتازة وحطوه مي وثلج كل شيء يعني حطى البقدونس الناعنا عم نزين فيه حطيه مي وثلج خيار مي وثلج بس بدي اجرب اول واحدة هلا اذا علي منقدر نورجيهم من كتر ما البطاطا عندي ممتازة عم تطلع فوق على الوجه هذا دليل ان هي منيحة البطاطا هيك منيحة هيك هيك بتصير معي شبس هلا في ناس كتير رح تسألني طبع انا اذا حابة مثلا يعني اعمل كمية كتيره واخبيها اقليها وقت انا بدي تقلوها نصف قلية بعدين بتاخدوها بتنشفوها كتير منيح بتحطوها بكيس وبتخلوها بتضايل معكم عشر ايام ايو قد تقلو فيها شبس حالو طيب في عنا هنا عم بتقول بوظبط ان نقليها على الغاز مش بالمقلاية زي اللي انت عم تستخدميها طبعا انا هاي مقلاية نفس فكرة الغاز بس انا السراحة لانه بدي اعمل كتير انواع من الشبس اليوم ففضلت استخدم هاي ولكن طبعا عادي شو بالمقلاية العادية هلأ بنقلنا كمان واحدة بالمقلاية العادية اوكي في عنا كمان سؤال من لاري عم بتقولك اينت رح نضيف المنكيهات هلا بس تنقلا بعد ما تنقلا حبيت كل الاسئلة سلعة كل الاسئلة اه اه كلها بدفعها رفعون لا بدكم تابعينا لانه اليوم كل اسرار الشبس رح نعطيكم اياها لكل الاشخاص اللي هلا انضمو لنا اذا عندكم اي اسئلة اي اسسارات بخصوص الشبس او انواع معينة عن الشبس ابعتونا اياها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تيفي اوفيشل لحتى الشب امتياز الجاوب على كل تساؤلاتكم وكمان بدي احكي لكل الامهات اللي بيعانوا مع اطفالهم واطفالهم كتير بيحبوا الشبسات او الموالح بالاخص نحاول انه نعملهم اياه بالبيت لحتى نقدر احنا نتحكم بالمواد اللي احنا ضفنوها على الشبس ونتأكد انه هو صحي مية بالمية شو رح تعمل لنا اليوم نكهات؟ انا مش عارف اذا شغالة لساتك مش بتأكدة لا لانه زيت كتير بارد صاح؟ مبينة شكلها مش شغالة صاح؟ انا هيك بحكي كمان والله مع انه مع انه المفروض انا شغالة بلشات؟ كيف شفته؟ من فوق يا therapist نطلع لفقه يا meille reunارك مناقشم , مناقشهم ، عن كيف عرفته لازم يكون الزيت حامي لازم إذا ما كان الزيت عندي يعني هلأ مثل من حقيق هذا اسوق بارد إنضاءان占ن namesAA سيحشب زيت كتير ما رح تطلع بارد نحن نشي منكيهات كثير على سيرة المنكيهات لا بس أعدناها شغالة لأنها شو فيه بلشت بس لما يكون بالبيت الزيت كثير حامي مجرد ما تحطي حبة البطاطا رح تطلعه نجه ما بتستنى وقت هاي لأنه لسه بارد وقتها بده وقت بتخيل ما بدها اشي لا لا اربع خمس دقايق يعني أبدا ما بتحتاج وقت بس إذا شرها هاي أول واحدة عملتها طلعي شربت معاي زيت لأنه لسه ما كان حامي لانه لسه ما كان حامل انا اعتدل انها مو شغالة يا جماعة طيب هلأ انتي قلتين انه هذا بدك تحضري له السوس تبع الجبنة اه بس احنا ما اخذنا المقادير تبع الجبنة طيب يلا ناخد مقادير خلينا اشوف افحص موضوع اللاية اشوف ليش مو شغالة طيب يلا ناخد مقادير السوس الجبنة اه ايه اوكي انا معقول ناسي اكتبوا يومروه شكلك ناسي تكتبوا فيي ايميل اتأكد هيني كاتب لسوس الجبنية بروه مالهده يلا معلش هو لانه الوصف كتير سهله فما عبدها مقادير ومكونات و يلا احكي لنا يا هيا شفم سيا طيب انا مصمم اشوفوا انتو كأنكم نقيتوا على القلاية خلاص لازم احط قلاية على الغاز لانه هاي مش عارفة اشغيلها السراحة خلينا دياليها انا مصمم اقلي البطاطا قدامه انا بدياهم يشوفوا كيف رح تطلع معاي النتيجة كتير ممتازة رح تطلع معاي شبس بزبط بس رح معارفة اشغيل هاي القلاية بنحط قلاية عادية وبنعمل صوس الجبنة هلا انا بديا نكيه البطاطا بكتير نكهات وكل انواع الشبس اللي انا عملتهم بديا نكيه بكتير نكهات اوكي فانا رحت عالعطار او 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 انه بنقدر ناخده من عند الطحون الزرقاء بتقولولو بديبهار بطاطا بديبهار شدر بديبهار شبس بديبهار زبدة متوفرين بكل مكان عند كل العطارين هادول دايما خلوهم عندكم نفطر بنا نقلي بس بوشار من الكسيح ندر نكيهم بنكه اللي بدنا يعهم فانا عندي هاي تشدر عندي هون كيجين عندي مثلا اللي هو شطة ومليح وعندي زبدة ومليح كل اللي احنا بنشتريه من الشبس بتلاقوه عند العطارين بالنكهات نفسها فانا بس بدي اقولكم شغلة انه الحلو في الموضوع انه انتي بتطعم اولادك شي انتي عارفة شو هو يعني مواط حافظة ما فيه مغلة في محطوط الشبس بالشمس ما فيه فانتي متطمنة والناس اللي عاملين دايت اذا عندكم ايري فراير بيكون ممتاز بس تعمل الشبس فيها انا رح اجرب اعمل وصفات بالفرن اذا ضبط رح اخبرهم عطول بس صراحة صدقون ما كان عندي وقت اجرب بس انتي جربتها بالأيرفراير وضبطت بالأيرفراير بتطلع النفس النتيجة اللي انا عملتها على الغاز خالص نفس الفكرة ممتاز ممتاز طيب خلينا ناخد هاي صوس الجبن صار جاهز صعبة المشكلة مش فيه اه يلا معلي خلينا ناخد صوس هاني بده مش كوني لله ار تفاهمة كل شي بنا توصل لله ار دخلكم يلا ناخد صوس الجبن مع بعض لصلصة الجبن سنحتاج اثنين كوب مي معلقة صغيرة بهارات جبنة شدر كوب جبنة شدر من المهة رشة ملح من الكسيح معلقتين كبار زيت شعبان معلقتين كبار طحين وخمس معالق كبيرة حليب انجوي يعني صلصة الجبنة وصلصات لازم تكون جنب الشبس يعني اشي اساسي انه يكون فيه دفت جنب الشبس فاول وصفة هي صلصة الجبنة شو يا شف صعبة ولا سهلة اول اشي دعنا طلعت فنانة طلعت الوصلي مو شغالة هاي هلأ اشتغلت شايفة بس هدول انا بالنسبة لي رح اشيلهم ما رح استخدمهم لانه شربوا زيت كتير منيح ما رح اطلعهم ارمشين ونرجع نحط غيرهم عشان كل اللي عم بيتابعونا ينتبهوا على هذا الموضوع انه ما يضيفوا البطاطا والزيت لساتو بارد يكون حامي عشان ما يشرب كتير زيت وانحنا عملناها بخصوص كتير رفع لحتى ما يشربوا زيت لا هوني مش هيك رفع لانه بده هاتي تقرمش اه وبرضه عشان مشر عشان الزيت لا 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 بده هاتي تقرمش كتير منيح ما إلو دخل بزيت طيب بس اهم اشي بالبيت خلاص انا عندي زيت حامي بس مجرد مشتغعد سبحان الله سبحان الله والله العظيم حطيت المقلاي بدي اقلي غيره ما هي عشان هزعلت شايفه؟ 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 المهم شايفين بس احط هلأ شوفي كيف الزيت صار عندي حامي حطوا البطاطا واحدة وحدة طلعوا كيف على طول عم تطلع الوجه شوفوا بسرعة بتتغير شكل هاي هي الفكرة انه الزيت يكون حامي طلعوا كيف هلأ هيك بتناخد نتيجة ممتازة تقريبا خمس دقائق رح ياخدوا معنا الحرارة على غاز البيت لازم تكون واسط شوفوا كيف موضوع سريع شايف كيف ما عم تشرب زيت عم تطلع عم تطلع الوجه الزيت على طول هيك عندي الموضوع رائع رائع ممتاز طيب بديك تبلشلنا بالسوس قبل الفاصل ولا نعمله بالفاصل لانه موضوعه كتير كتير بسيط وكتير سهل اول اشي بنا نعمل زيك انا بنا نعمل سوس بشمل فعندي معلقتين من زيت شعبان عليهم معلقتين من الطحين نصموضوع البشمل بالضبط تمام وعليهم كبايتين من الحليب الحليب كيف رح احضره رح ناخد من حليب انجوي خمس معالي على كبايتين مي تمام وبعدين بحريكم كتير مية هلا هدول بدي احريكم بالفاصل يغلوا معاي بكون عندي تشفز اصلا بجنة صار وبننفرجهم اياه بعض الفاصل فاذا نخليكم معانا وخليكم تابعيننا ما تروحوا لبعيد لحتى نفرجكم الشفز كيف رح يطلع معانا بعض الفاصل ارجعنا لكم لنكمل باقي وساطنا لليوم بدي ارجع اراحي بكل الاشخاص اللي هلا انضمو لنا واذكركم ان اليوم حلقتنا كلياتها عن اسرار الشبس الشيف امتياز عم بتحضر لنا الشبس بكل انواعه وبكل تفاصيله واكيد رأي يكون صحي ونقدر انه احنا انحضره بالبيت بكل سهولة اول شبس حضرناه هو شبس البطاطا ولو تشوفه القرشة تبعته يعني احلى من هيك معافي بصراحة شو يا شف احكي لنا كيف طلعوا معاك اسمعوا يعني الله بيض وجهي لان كنت القرم من الزيت رح تحطيت اللاية الزيت ثانية بس الامور الحمدلله طلعت ممكازة هدول اللي حطيتهم انا وياكم قبل الفاصل لأرجيكم انا دايما شبس البطاطا او اي نوع شبس انتو بتعملوه لازم تتركوه يبرد ما بتتاكل سخون بس طلعوا طلع القرشة اه اه هدول هدول اللي هلأ هلأ طلعتهم شايفين بس قلتلي انه بدك تحكي لهم انه لازم يتركوه ليبرد بعدين يأكلوه صحح عشان تظل القرشة موجودة او رجيهم اياهم طلعي ما احلاهم ياخدوا العقل هاي هم شايفين الموضوع قدي سهل قدي بسيط بس بحطهم على ورق مطبخ شايفين كيفين مقرمشين طلعوا طلعوا سانه هاي طلعته هلأ يا علي بس ارجيهم من اللي هلأ 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 انا طلعتهم هلأ طلعتهم اسمعوا بالله من اللي هلأ طلعتهم من الزيت اه اه لسه لسه ما بردوا ولا اشي قدي مقرمشين وقدي طلقتهم سهلة وبسيطة وكتير حلوة ارجع لكم على السريع انا شو عملت عشان تطلع معاي البطاطا تشاف زي ما احنا متعودين ناخدها من اي مكان تاني اخدت البطاطا اطعتها على المبشرة رئيئة كتير كتير قد ما بقدر بعدين نقعتها بمي باردة وترج وتركتها تقريبا نص ساعة اخدتها حطيتها على فوت المطبخ وتركتها على فوت المطبخ عشر دايلة تأكدنا نشفت تماما من اي سوائل موجودة عندي بزيت غزير درجة الحرارة الزيت تكون عالية الليتو بحطهم واحدة واحدة ما بدي درجة الزيت تنزل فبالتالي عشان اخد هاي النتيجة شوفوا لي اياهم طلعوا هلا بس بلا شو يبردوا شوي انا احنا هون ماينوس عشرين عشرين باجين نيحة بطلع برشحة طلعوا لي شوفوا لي طلعوا الفكرة وبعدين تارفي حلو انك تدخلي اطفالك معاك على المطبخ تخليهم يساعدوك بهذا الموضوع يعني وما في حدا ما بحب الشبس بصراحة فهلا بجنا نعمل له السوس اللي جنبه وبننكهه مئة بالمئة بس هلأ بدوهم يسألوني عن تنكيه البطاطا انا بس عشان ما اوسخ الزيت ما بنكيها بقدر قبل ما نكيها زي ما بعمل بالمعكرونا هلأ انه نكيها بعدين اقليها بس هلأ مجرد ما تطلع معاي اي نوع بدي اياه مثل انا هون عندي اللي هو بهار الزبدة والملح بس بحط كمية بسيطة منه بقلبهم تمام بحطهم سمعين صوتهم كل ما بردو كل ما طالعت نتيجة احلى شوفوا ما احلاهم لا لا الفكرة صراحة عن جد فكرة كتير حلوة سهلة واهم ايش انه يكون بدون مواد حافظة ونعرف ايش المواد اللي انضافت عليها ونضيف للك هات اللي احنا منحبها مية مية طيب هلأ الصوص عالسرية عشان نفوت بالوصف البعدي هنعمل المعكرونا خلينا اقولكم عالسرية شو عملت حطيت هون معلقتين من الملح معلقتين من الزيت معلقتين من الطحيم علبتهم مع بعض حطيت معاي كوبين من المي وخمس معالق من اللي هو حليب انجوي 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 متوفر بكل مكان وكتير سهل تستخدموا حليب انجوي البودرة بأي وقت متوفر وعندي هون كوباية من الجبنة للشدر هذا الصوص اللي بناخده دمه بالعادة بالسينما بيكون علبة صغيرة هيكة وكتير غالير وهو موضوعه كتير بسيط وكتير سهل بس تركتهم لايضابوا مع بعض خلاص الصوص صار عندي جاهز رح ااخد جبنة شدر برضو اللي انا محضرتها عشان اعطيه لون هي نكهة جبنة الشدر 100% اللي هي بهار وعندي رشة ملح تمام وهيكة برضو الصوص صار عندي جاهز الصوص ما تخلوه سميكي كتير لما تحطوا الجبنة ضروري تمشو على المقادير لانه اصلا بس يبرد بجمد انا ما بديها يجمد كتير تمامي ما احلاهم هدولة كمان لا وبعدين ما غم ياخدوا وقت نهائيا يعني على السريع يا دوب عم نعمل الصوص ولا يعني تقريبا الجزء الثاني من الشبس اللي حطونا صار تقريبا جاهز 100% فالموضوع كتير سهل طب انا بحكي نطلع من الحلقة يا مروه خلص خلصت انتي بدك هادي الكثافة تبعت النا بدي هاي الكثافة لانه بس يبرد هيجمد نفس موضوع البشامل فبدكم اتديروا بالكم ما يكون جامد كتير عن هيك انا هلا تقريبا انهاي قليتها دور هاقلي كل كمية البطاطا الموجودة عندي شوفوا شوفوا النتيجة قديا عم بتكون حلوة يعني رائع رائع الشبس رح نعمل ايش رأيك الماكرونة بعدي هاي طلعوا اه انا بقولي الماكرونة طيب خلص نروح هذا الفاصل يا مروه ونجع خلصنا هذا الشبس يلا اذا خليكم معنا بعد الفاصل لحتى مايروح عليكم ولا تسر من اسرار الشبس بعد الفاصل بدي ارجع امسي عليكم من جديد وارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضمو لنا واليوم الشف امتياز ارجع احكي لكم انه عم تعمل لنا الشبس بكل اسراره لحتى نقدر انه نحضره بالبيت بطريقة سهلة وصحية عملنا اول نوع اللي هو شبس البطاطا وطلع صراحة بجنن لازم تجربوا انكم تعملوا الوصفة بالبيت اما هلا لازم بلشوا معنا بايش رح نعمل الماكرونة رح نعمل اثنين انا رح اساوي هلا اثنين يا مروه لانه من نفس الطريقة تقريبا ناخد شبس الماكرونة وناخد شبس الكوسة انا هدول اللي قليتهم هلا على الفاصل بياخد العقل بس هلا بدي انكحهم وقدمهم جنب الصوس اللي انا حضرت لهم اياه وناخد يلا المادير يا مروه يلا لشبس الماكرونة السريع رح نحتاج لبكيت ماكرونة ونصف كوب طحين مع لأكبيرة ملح من الكسيح مع لأصغيرة بهارات شبس ومع لأصغيرة بهارات جبنة اما لشبس الكوسة فرح نحتاج لكيلو كوسة نصف كوب طحين ونصف كوب إرشلة من الكسيح نصف كوب طحين من الدرة ملح من الكسيح وبهارات شبس وبهارات شدر يعني بدي اسمع منكم لانه كل اللي عندنا بالستوديو عم بيقولوا لا بفضل اني انا اعطي ابني مصاري ويروح يشتري الشبس جاهز ولا نعمل كل هالشوشرة بالمطبخ شو رأيكم انتو بتحبوا تشتروا جاهز ولا بتحبوا انكم تحضروا بالبيت شو رأيك كشف امتياز بالصير اقول لك شغلة انا منسبة للشبس اللي عملتوا بالمعكرونة كتير اسكم من اللي بناخده من بره وهلأ اللي دا الشبس البطاطا بعرف انه طعمه نفسه نفسه اللي بتاخده من بره الفرق انه اللي بناخده من بره فيه مواضي حافظة فيه مقلي بزيت بتعرفوهش نضيف مش نضيف بتعرفوهش تفاصيله وانا كمان صراحة هلأ عم بتعطيهم بداء لان احنا نصنم قاطعين قاطعين كتير انواع من الشبس فعطاتكم بس ابكار وبسعر قليل تعملي كمية كتير منيحة وانا برجع بعيد انه كلياتنا منقدر نشي كل شي جاهز بس حلو كتير انك تبسطي العيلة باشي انت بتحضرهم بمياه بايدك صح وبعدين حلو انك خليهم يساعدوك يعني اذا عندك اولاد صغار تدخليهم معك على المطبخ يساعدوك بهذا الموضوع وانا بتضيعوا وقت شوي يعني بتتساعدوا كلياتكم بيطلع معاكم اشي صحي خصوصا للاطفال 100% طيب وصفتنا او وصفات التنتين هدول سهلين كتير وبسيطين كتير وما تقولولي يعني بكيت ماكارونا واحد وما احد يقولي حق بكيت الماكارونا نص دينار 75 دينار اشتري ابو الربع دينار بهاي الوصفة مش مهم شو النوع ابدا حطيت عليه نصف كباية من الطحين رح ااخد عندي البهارات اللي بحبها مثلا انا عندي هون بهار شبس بهار تشدر بهار كيجين اللي بدهم ايات اطلع نكهته وعندي مهلقة من الملح تمام انا هلق بالبيت بعملهم بكيس السراحة يعني بجيبها الكيس بحطها الماكارونا والطحين وكل شي وبخطوه كتير منيح وخلاص بس هنا على السريع الماكارونا سلقتها ثلاثة ربع سواء شغلتين بدي اقول يا هاي اذا سلقتوها سلق كامل ما رح ترمش فخلوها ثلاثة ربع سواء هي طرية بس انه فيها هاي هاي بتحسيها مش انه ارشي تحسيها لسه شوي بديها على الغاز تمام فحاولوا تخلوها ثلاثة ربع سواء كمان بصفي ميتها بتركها ثلاثة اربع دقايق وهي بتتصفى الماء عشان ما بدي يكون سوائل بالتالي الطحين بس احطه يعجن والزيت بدي يكون عندي غزير بعد ما احا شايفي حطيت الطحين تسمع ولا كلمة مجمعة صح نعيد اول اشي جبت كيس الماكارونا بغض النظر شو نوعه شو سعره اللي بدكم اياه استخدموا بها الوصفة سلقتو ثلاثة ربع سواء اخدتو حطيتو بالمصفي تركتو يتصفى تماما ثلاثة اربع دقايق بعدين حطيت عليه نس كباية من الطحين معلقة من ابهارات الشدر او معلقة من ابهارات الكيجن او زبدة اللي بدكم اياه ورشة ملح تركتو بالطحين تقريبا خمس دقايق زيتي غزير بدي يكون حامي بدي اسقطهم بالزيت هدول هلأ هلأ حطيتهم بدي تركهم اربع خمس دقايق لا يتغلى في المعكنونة بالطحين بالتالي ااخد نتيجة ممتازة انا سرحة محضرة كمية هيها نفسها بس هدول تركتو بدي اخد عزيت انا انا رحقلي بالمقلاية خلاص عشان تعرفوا ان انا اخرتي ورجعت لهم للمقلاية شوفوا كيف تعرفوا ان الشبس ممتاز دايما بيطلع على وجه المقلاية معناته خفيف بجنن فش فيه سوائل رح ااخد نتيجة ممتازة حلو وزي ما حكينا لكم لانو عم بوصلنا تساؤلات على صبحتنا على الفيسبوك انو اذا بوضبط بالمقلاية الهوائية بيضبط انو نعملها بالمقلاية الهوائية وانا كمان بدأ انصحكم بشغلة اذا استخدمتوا المقلاية الهوائية انكم اجيبوا الزيت الرش من الكسيح هلا اصار متوفر بكل السوبر ماركت والهايبر ماركت سقدر انكم تجيبوه وترشوا بس رشة من الزيت على المقلاية الهوائية ورح يطلع معاكم زي الشبس اللي بتحضروه اذا استخدمتوا المقلاية والزيت بيكون غزير فيها بيطلع معاكم نفس النتيجة صح شف؟ مية بالمية فبالأيرفريار بتقريبا رح ياخد معاكم 15 دقيقة بترشوا زيت عليه وبتحطوا سواء كان الماكرونة او اللي حضرتوا اليوم بالكوسة او البطاطا استخدموا اي نوع خضار انتو بتحبوها اي نوع بس بنفس الطريق الضروري المي والتلج الماكرونة سلقناها صفناها حطينا عليها لطحين المطيبات اللي احنا بدينا اياها تركناها شوي بعدين بلشنا نقول فيها تاخد وقت بدها تقريبا عشر دقايق الزيت بده يكون حامي بكل انواع الشبس اللي حضرتها جميعا نيجي على شبس الكوسة نفس الاشي عملته على المبشرة شوفوا ما احلى رفيع يكون مقطع كتير رفيع وما رح تعرفوا انه هو كوسة رح يكون طعمها شوي مختلف رح ااخد طحين ولكن هاي المرة رح اضيف معه طحين ضراء اذا كان متوفر بيكون ممتاز رح يعطيني نتيجة فخمة بالقرشة لانه الكوسة فيها نسبة السواء اللي منيحة صح عرفتي كير فنسبة السواء اللي منيحة اللي فيها رح تروح معي بالاليف فبنا ناخد اللي هو طحين الضراء وطحين عادي وعندي نشا ضمنت مليون بالمية الكوسة تطلع معي مقرمشة مثل الشبس يعني هاي كمان فكرة انك انت تضحك على الولاد الصغار بدل ما تحطو لهم يعني اشي تاني مثل مثل البطاطا واذا ما بيحبوا الكوسة تقدرين تدخلهم اياه بهاي الطريقة مية بالمية شبس وعم بياخدوا كل الفوائد اللي بالكوسة كمان مية بالمية هلا شوفي فكرة الكوسة او تستخدمي خضروات مثل البطاطا الحلوة بتطلع بتجنن البطاطا زي ما عملنا اليوم تطلع بتجنن فيه كتير افكار ممكن تعمليها بالخضرة كشبسات اه كأنواع الشبس هن يحبوها كتير تقدروا تعطوا اشياء صحية للعيلة للأولاد من غير ما يحسوا انه اشي معمول بالبيت او طعمه مختلف فيها صح صح في عنا عيدة ماضية عم بتقول يساعد مساكم كل اوقاتكم انا بحب نعمله بالبيت لانه فعلا افضل خاصة انه ما بيكون اله ريحة قوية زي الشبس الجاهز صح لانك مرات لما بتفتح العلب الشبس الجاهز بيكون في الهم ريحة خصوصا اذا كان بجبنة الشدر ما بعرف ليه بيكون في الهم ريحة كتير قوية ومرات كمان بيصبغ على الاصابع لما بتاكليه اسمعني كتر ما فيه اصباح ملونات بضبط فانت هيك بتكوني ضامن شو المواد اللي انت ضفطيها وشو المواد اللي عم بيأكلوها اطفالك فهيك انت بتكوني عملتها بالبيت استفدتي وعملتها بطريقة صحية ويعني ما بتنري تحرمي الولاد الصغار او حتى الكبار اللي الكل بحب الشبس وبحب اشياء المالحة وانا بتخيل انك انت اذا ما بتحبي الحلويات فبتحبي الشبسات والموالح صح انا بحب كل شي صلهم شهر بس انتياز شو عاملة ديت صح رجيم ضعفان كتير ابصر ايش في عنا كمان هاي ميسا عم بتقولك برضه بوضبط بالبطاطا الحمرة ايش او ظل انها هي البطاطا الحلوة لا 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 في البطاطا الحمرة اللي بتحكي عنها اللي هي بطاطا بيكون لونها احمر طبعا اوكي بدي ااخد شبس الكوسة وقالي ارجع عدلكم الكوسة شو عملت قطعتها كتير صغير او رفيعة بعدين حطيت عليها نشا طحين طحين دورة اذا متوفر مش متوفر عندي بكتفي بالنشا والطحين العادي ضفت عليها بهارات بطاطا بهارات شبس بهارات شدر اللي بدي اياه والمليح بعدين رح ابلش اقلي فيهم عاستجا رح تشوفوا انهم رح يصيروا معي شبس نفس موضوع البطاطا يلا بدي ارجع ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضمو لنا بدي ارجع اذكركم انه احنا معاكم لايب عبر صفحتنا على الفيسبوك بدي اياكم تعملوا منشن لكل محبين الشبس لحتى يحضروا الحلقه تبعتنا واكتر شخص رح يعمل منشن ايش نعمل له يا شف امتياز يجي اخد شبساتي اللي انا محضرها اليوم الله يلا اذا بدي اياكم تعملوا منشن لأكبر عدد من الاشخاص بدي اياكم تعملوا لايك وشير للحلقه لحتى توصل لأكبر عدد ممكن من الاشخاص لانه الصراحة الحلقه تستهل انها توصل لأكبر عدد لانه ما في حدا ما بيحب الشبس لحتى توصلهم كل اسرار يعملوا بطريقة صحية بالبيت وطريقة اهم اشي تكون سهلة ومش يعني ما بتغلب لكل ستات البيوت طيب المعكرونة شو وضعها المعكرونة خلط جاهزت بدي ايمها بس لأتأكد ان الكو سرفيعة كتير فرح تاخد معي لون على السريع بالله بالله علي خلينا نرجيهم خلينا نرجيهم كيف صارت يا بيام كتير تكتكين وحلوين هلا بشوف كيف هم ارمشين طلعوا هيا خلينا نرجيهم شوي هون طلعوا مأخلاهم ذكرتيني بكت محلات بيعملوا المخلل والزيتون المقلي اه والله بطلعت فكرة بيشحي شف عن جاد كتير جاكي لم أجربت ولا مرة طب انا عصيرة مخلل والزيتون علي بصير نقرب لهم شوي نرجيهم ما تقولولي انه شفس الكوسة طلعوا برضو اسمعوا الارمشة طلعوا اه 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 هو برد كل ما اعطاني نتيجة احسن سنأخذ واحدة بردت شوي علي عم تسألك الكوسة كمان ننقعها بمي بردتة اي لا ما في داعي ما في داعي هلا بدأتركهم يبردوا شوي شوي صغيرة او رجيكم اياهم طيب عم بتسألنا حنان شو الفرق بين نشا الدرة وطحين الدرة اه النشا النشا اللي هو بيجي كتير زي سكر البودرة اوكي نعم طحين الدرة اللي هو الدرة مطحون اوكي تمام 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 عم بيقولولك اعطيك العافية ابدعتي بهالحلقة يا شف عم بتقول بدي طريقة الشبس مرة تانية لو سمحتي شف اي واحدة فيهم لانه احنا عملنا اكتر من واحدة بس عالسريع اعادلكم البطاطا لان انا متأكدة انه البطاطا هتكون ماكلي عائلنا كلياتنا اغلبنا بيحب البطاطا البطاطا اول اشي اجيت احلى شفس الماكرونة البطاطا جبتها اطعتها على المبشرة تقطيع كتير كتير ارفيع بعدين اخدتها حطيتها بمي وتلج ولازم تقعد بمي وتلج ما يقارب النص ساعة صفيتها حطيتها على فوطة مطبخ تركتها تقريبا عشر دقايق الربع ساعة نشفت تماما معاي من المي زيت غزير بلشت اقليهم بالزيت بياخدوش معاي الماكرونة حطينا الماكرونة اللي سلقناها ثلاثة رباع سوا بعدين صفيتها اربع خمس دقايق بالمصفاية بعدين ضفت عليها نص كوباية الطحين وضفت عليها المطيبات اللي بحبها ملح ممكن فلفل اسود بهارات شيفس بهارات شدر كايجين اللي بدنا اياه اغلبتهم مع بعض مع الماكرونة تركتهم مع بعض شي خمس دقايق بعدين عندي هون على مقلاية فيها زيت حطيتهم في الزيت بياخدوا معاي تقريبا نعرف انها صارت ممتازة شيفس بيطلع عندي كل شي على وجه الزيت هيهم لا بيجنن بيجنن بصراحة ويكون مقرمش ويطلق المشكلة انا لاني كمان صايمة مش عارفة هيك اعاكل او ليه بالعادة بحب اعاكل هيهم شوفوا قديم سكتفير لا يعني ما خلت شيفس امتياز ولا سر غير اعطتكم اياه كل اللي اضل عليكم انكم اطبقوا هاي الوصفات اللي عم نحضر لكم اياها اخر وصفة اللي هي شيفس الدوريتوس هاي الوصفة رح تدعولي عليها شيفس دوريتوس لا راح ولا ايجا بمقادير كتير بسيطة بعد الفاصل بعد الفاصل ارجعنا لكم باخر جزء من حلقتنا لكل الاشخاص اللي هلا انضمو لنا اليوم حلقتنا كانت كلياتها عن اسرار الشيفس اللي حتى تحضروا بالبيت بطريقة سهلة وصحية لكم ولأطفالكم عملنا اول اشي شيفس البطاطا بعدها عملنا شيفس الماكرونة والكوسة اما هلأ وصلنا للدوريتوس بس قبل ما ابلش باخر وصفة بدي شيف امتياز تفرجيكم كيف طلع معنا تبع الماكرونة وتبع الكوسة يعني بجننوا قبل ما ارجيكم عايشي بس بحب اقولكم انه انا ما بقدر مواهب بس بالعكس طبعا طالعا بتبسات مرتبين وحلوين ومقرمشين ونزلين لي روحي على سور ماركت اشتري روحي على سور ماركت اشتري بس انا بصراحة ما بنصح اي حد يروح يشتري جاهز لازم تعملوه بالبيت لانه كتير طريقته سهلة صحية وما فيها اي اضافات سواء كانت مواد مضافة او ملونا طلعي مصطفى لان انا شفيته هلأ على الشاشة ماسك جاهز بياكل الحق علينا بحاول ادير بالي على صحتكم بس ما بزبط طيب ارجيكم بس هلأ بعد ما بردي شوي معاي شبس الكوسة باللهي بس عشان شوفوا ادي ام ارمش بس اسمعوا الصوت طلعوه لا مبين مبين شايفين هاي شبس الكوسة من الكوسة اعملنا وحضرنا طريقة كتير بسيطة كتير سهل وهاي شبس الماكرونة نفس المبدأ بس اي نوع خضار انتو بتحبوها اذا ما عنا اي نوع خضار عادي من البطاطا اعملوا اشياء لاولادكم ينبسوا فيها ويفرحوا فيها طيب ناخد اخر شبس انا متأكد ان رح يعجبكم نعمل شبس ديريتوس بالبيت يال لشبس الديريتوس رح نحتاج لتنين كوب طحين درة واحد كوب طحين معلقة صغيرة ملح من الكسيح بهارات جبنة من الطحون الزرق بابريكا كمان من الطحون الزرق ومي للعجين موسيقى يعني الدريةس لما مروح منشتريه صراحة تكلفته عالية فاحنا اليوم بدنا نعطيكم وصفة لإله سهلة سريعة لحتى انتو تحضروها بالبيت وبأقل التكاليف شو يا شيف؟ مره تقولي الساجي مره انا خلصت عن جد الوصفة هل قد كتير سهلة ولكن طحين الدرة برضو جبتو من عند العطار بهاراتي اليوم جبتو من عند أي عطار متوفرين عندهم حطيت كوباية من الطحين العادي الأبيض متعدد للإستخدامات عندي كوبايتين من الطحين الضرق وأنا إذا سألتوني بزبط بدون الطحين الضرق بزبط بس بش ناخد نفس الطعم ولا نفس الأرمشة رح أضيف عليهم بهارات اللي هي الشابس وبهارات الشدر ضروري جدا هاي الوصف نحط فيها بهارات شدر تمام وعندي أنا بهارات مكسيكية وعندي الملح يعني من النكة كل شي على السريع مرة تانية شبس الدريتوس كيف حضرناه حطينا كوبايتين من الطحين الضرق كوباية من الطحين العادي المتعدد للإستخدامات ضفت عليهم بهارات مكسيكية ضفنا عليهم بهارات الشدر وضفت عليهم ملح رح أعجلهم مع بعض فيه أبسط من هي لا صراحة لهلأ ما شخلصت الوصفة خلصت هاي بس رح نقليهم هلأ هلأ رح تشوفوا كيف رح يطلعوا كيف رح نقليهم وكيف رح نشكلهم موضوع كثير سريع بس عشان دي أعجنهم طيب لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا وعم بيحضرونا على صفحتنا على الفيسبوك بدي إياكم تعملوا منشل لأكبر عدد من الأشخاص اللي بيحبوا الشبس لحتى توصل الحلقة لأكبر عدد ممكن لأنه صراحة الحلقة اليوم بتستاهل إنها هي توصل لأكبر عدد ممكن لحتى نحضر الشبس بطريقة سهلة سريعة وأكيد تكون صحية وما يكون فيها أي إضافات سواء كانت مواد مضافة أو ملونات فاليوم إحنا حضرنا لكم إياه بطرق مختلفة لحذا ترجعوا تحضروا حلقتنا تقدروا تحضروا على صفحتنا على الفيسبوك أو كل وصفاتنا بتلاقوها موجودة كمان على قناتنا على اليوتيوب هلأ الدوريتوس وأسراره عند شف امتياز هلأ أنا خلصت عجنتهم بأسرع ما يكون ضفة المي بالتدريج تقريبا أخذ معاي كوباية من المي ولكن بنا نحكي أنه طحين الضرة عن نوع طحين بيختلفة بدنا ندير كتير بالنا من موضوع المي ما بدنا يزيد عشان ما نضع هيك نضطر نضيف أي إشياء تاني بس لأتأكد عمل هيك دورة صغيرة تأكد بدكم تفردوها على ورق نايلون أنا بس ما عنديش وقت أفردها على ورق نايلون هحط طحين الضرة تحتها عشان أقدر أشيلها سريعا شبس الدريتوس كيف حضرته أنتوا على ورق نايلون افردوها كنتوا تقيموها بدنا نحط كوبايتين طحين الضرة كوباية من الطحين لدينا ملح اللي هو بهارات اللي تشدر و بهارات مكسيكية أو الكيجن بعدين نفردها على ورق نايلون عشان نقيمها بكل سهولة بس أنا هيك أخذ دائما هاي قصة السرعة عندي مشكلة بدنا نعملها بأكتر إشي بنقدر تكون فيه رقيقة كيف بدي أعمل هدولة اللي هني زي النقاط الصغيرة نجيب شوكة فتعملكم إياها بتفاصيلها النقاط الصغيرة هدول يعني كوان ركز عليهم كثير بدي يطلع معانا نفس ما إحنا بنشتري كل ما كانت أرأ كل ما كانت أحسن بس هيك لمسة خفيفة مش تروحوا لأن العجينة طريقية جداً لو قد ما قولكم طريقية طريقلة لا لا أنا مش قادرة أتخيل إنها حتى النقاط أعطتكم السر طيب قطعوهم هلأ مثلثات الزيت عندي حامي هاي يجب أن يكون أحمل من هيك بعنيل طلعوا الموضوع الدي بسيط والزيت يا سلام يا سلام لا تقولوني أبسط وصفة شبس ديريتوس بالأرض ولازم تقلوه على يعني يكون الزيت كثير غزير كثير حامي وتحطوه على طول طبعاً لأنه عجينة رح يطلع معانا بقرش هلأ أبدأ لكم شغلك كل الشبسات اللي عملناهم اليوم لازم تأكلوهم بردين ولكن شبس لأنه معمول بالبيت ما فيه مواد حافظة ما فيه إشي بعد ثاني يوم بصير كأنه خلص برد صح برد فبتلكم نديروا بعلكم طلعوا لي كيف العجينة صارت تطلع على فوق كل ما رأيتوها كل ما أخدتوا نتيجة نفس المشتري من السوق النكهات النكهة اللي بدنا إياها أعيد لكم هالوصفة سريعاً 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 عشان مش عارف هي سهلة أنا خلصتها بسرعة لا 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 هي سهلة وأنت خلصتها بسرعة يعني هيك عشان تحمسي كل اللي اللي عم يتابعونا لأنهم يقوموا يحضروها هلأ طيب أقولكم على السريع كيف عملنا هالوصفة يلا حطينا كبايتين من طحين الدرة جبتوا من عند العطار وحطيت عليه كوب من الطحين العادي بعدين ضفت عليهم جبنة تشدر اللي هي بهار بتجيبوها من عند العطار ملح وضفنا عليهم كمان بهارات مكسيكية أو بهارات الكيجن حطيتهم عجنتهم مع مي تقريبا أخدوا معي كوباية من المي ولكن ضفت المي بالتدريج صارت عندي عجينة طرية إذا بتشوفوا العجينة كتير كتير طرية لأنه فيها طحين درة إذا كان طحين العادي رح يطلع ناشف شوي تفردوها على ورق نايلون بيكون أسهل كتير عليكم ولكن أنا عادي رشة طحين درة عملتهم قطع صغيرة بعدين ترقيها برقهم قد ما بقدر يكونوا رقاء بعدين على الزيت الغزير الموجود عندي شو بعمل؟ بقل ليهم بس الموضوع العادي سهل الموضوع كتير سهل وإحنا عنا كمان الغاز من سيلفر لاين سهل الموضوع أكتر وأكتر سواء رحتوا على عياد جبتوا سيلفر لاين أو جبتوا ايتك اللي هي الماركة الحصرية كمان والوحيدة اللي موجودة عند عياد السراميك والبورسلان متوفرة عندهم سواء كانت للغاز للمايكروويب للغسلات كلها بتلاقوها موجودة عند عياد السراميك والبورسلان إحنا هيك خلصنا كل أسرار الشبس أعطناكم إياها ما ضل عندكم غير إنكم إنتوا تفتحوا على صحيتنا على الفيت بوك ترجعوا تحضر الحلقة من بدايتها وتطبقوها وتبعتو لنا تطبيقاتكم أنا وشف امتياز رح نستنى تطبيقات تبعتكم بالشبس بدي أرجع أذكركم شو عملنا لكم بحلقة اليوم قبل ما أذكرهم خلصوا معي نعم موضوع ما تقولوا لي تشتروا يعني تروحها الدكان عن جد منكم تعملوها بالبيت خلصوا كتير سهل شوفوا الموضوع قدي سهل على السريع شو حضرنا اليوم أنواع من الشبس اللي نكم تحضروها بالبيت بطريقة كتير سهلة وكتير بسيطة عملنا الشبس البطاطا وعملنا من الماكرونة وعملنا الشبس الدوريتوس وآخر إشي عملنا الشبس من الكوسة أفكار سهلة بسيطة بنقدر نحضرها لأولادنا ينبسطوا فيها وحتى يشتغلوا معنا فيها فإن شاء الله تعجبكم الوصفات يا رب لا أنا متأكدة أنه يعني الوصفات أكيد رح تعجبهم الوصفات سهلة صحية تقدر أنكم أنتوا تحضروها بالبيت بكل سهولة بدي إياكم ترجعوا تبتع على صفحتنا على الفيس بوك ترجعوا تحضر الحلقة مبدايتها وتسجلوا كل المقادير اللي كتبت لكم إياها الشب امتياز وأكيد كل الوصفات لقوها موجودة على قناتنا على اليوتيوب نتمنى لكم بقية نهار حلوة تضلوا بألف خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر